في اليوم العالمي للسرطان نتحدث عن أرقام مفزعة حول هذا المرض في دراسات عديدة تحدثت عن هذه الأرقام منظمة صحة العالمية أشارت إلى أن كل أسرة في العالم تقريبا تتأثر بالسرطان بطريقة أو بأخرى المنظمة قالت أن النجاة من السرطان تتوسع بالنسبة لأكثر السرطانات خطرا مثل سرطان الكبد والرئة هذا وتسجل الدول المتقدمة نسبة أعلى من الإصابة بمختلف أمراض السرطان التي يبلغ عددها نحو مائتين لكن نسبة الشفاء هي الأخرى أعلى بينما هي أقل في الدول النامية المنظمة قالت أن مرض السرطان أصبح مسؤولا عن وفاة واحدة تقريبا من بين كل ست وفيات على الصعيد العالمي وعن المنطقة العربية ووفقا للإحصاءات المتوفرة سجلت خلال الفترة نفسها في لبنان مئة حالة سرطانية لكل مئة ألف نسمة تبعتها مصر بخمسة عشر ألفا وخمسمائة حالة ثم سوريا بأربعة عشر ألفا وخمسمائة حالة أما العراق فقد تم تسجيل ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة حالة في دول الخليج سجلت عشرة ألاف حالة في الكويت تسعة ألاف ومئة حالة في السعودية إضافة إلى ثنين وثمانين في المائة في عمان في اليمن تقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك ثلاثين ألف مريض جديد بالسرطان في كل عام في عام الفين وسبعة عشر موسجلة عشرة ألاف وخمسمائة حالة جديدة موسجلة عشرة ألفا